موسيقى مساء الخير أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة الليلة من أكثر من عنوان التي نخصصها للحديث عن تداعيات الاترابات الحاصلة في كاركوك على ضوء نتيجة استفتاء كردستان العراق وانفصالها عن العراق كنتيجة للاستفتاء توترات بالجملة بين القوات العراقية وحلفائها من جهة والبشمرقة وحلفائها من جهة أخرى تلت نتيجة هذا الاستفتاء الذي رسم خيوطا جديدة للعراق الذي يحاول أن يجد له مخرجا من احتلال داعش لعدة مناطق والحرب الدائرة منذ سنين والأزمة الاقتصادية والإنسانية التي أثقلت كاهل العراق الهزيل في المرحلة الراهنة داعش التنظيم الإرهابي الذي ومنذ ظهر في الصورة ظهر تنظيما يقتات على أنقاض الأوضاع المتهالكة يحاول استغلال التوترات في العراق وبالتحديد في كاركوك لأن يجد له موطئة قدم على أمل هل يمكن له ذلك؟ إلى أي مدى يمكن أن تحدث التوترات الأمنية التي تشهدها محافظة كاركوك وأطراف أيضا تحدث ثغرة يستغلها تنظيم داعش للهجوم على المحافظة أو التسلل إليها كيف يمكن أن يكون استفتاء كردستان نقطة يستغلها التنظيم الإرهابي لمصلحته؟ من هو العدو بالنسبة للقوات الاتحادية داعش أم قوات البشمرقة الكردية؟ كل هذه الأسئلة نحاول أن نجد لها إجابة في حلقة الليلة من أكثر من عنوان عنوانها بالخط العريض كاركوك اضطرابات أمنية بين القوات الحكومية والبشمرقة هل داعش سيكون المستفيد؟ استفتاء استقلال كردستان شمال العراق جذب المزيد من الاضطراب إلى المنطقة بغداد عاقبت الأكراد عبر قرار حضر جميع الرحلات الدولية إلى العاصمة إربيل وأغضب تركيا وإيران على حد سواء مخاوف نتيجة من الخشية من أن هذا الاستفتاء قد يلهم أكراد تركيا وإيران ما دفع بطهران إلى التهديد بإغلاق الحدود مع كردستان العراق مفادتنا جينان موسى زارت معسكرات التدريب التابعة لبشمرقة كردستان إيران وعدت تقرير من الحدود العراقية الإيرانية لا أصدقاء لنا سوى الجبال عبارة يرددها الأكراد دائما ولا يمكن فهمها جيدا إلا عند رؤية هذه الجبال التي تحميهم في شمال العراق والتي لا تقهر بسبب طبيعتها على بعد كيلومترات قليلة من الحدود مع إيران تنطلق التدريبات العسكرية في أحد مخيمات الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني بعد إعداد الخطة تبدأ الرماية تليها قديمة صاروخية أو RPG يتوزع أفراد التشبرغة الجناح العسكري لهذا الحزب خلف التحصينات وينفذ كل منهم المهمة الموكلة إليه منذ العام 1945 بدأ هذا الحزب صراعه بوتيرة مختلفة ضد إيران ومنذ ذلك الوقت يحاول الحصول على حقوق أكبر للأكراد هناك وما كان لاستفتاء إقليم كردستان العراق إلا أن يزيد من أملهم وطموحاتهم بالتغيير نحن بصفتنا بشمرقة من شرق كردستان في صفوف الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني نؤيد الاستفتاء وكذلك السكان داخل كردستان الشرقية يؤيدون الاستفتاء وينظرون إليه بتفاؤل كبير نامل أن نحصل يومما على استفتاء مماثل في مناطقنا في شرق كردستان تحت خيوط أشعة الشمس الذهبية يخبرني القائد العسكري بهمان عن أسباب حملهم السلاح نحن كأحزاب دائما مستعدون لأننا ثوار ونحن نقف ضد نظام وحشي لتحرير أمتنا التي تعيش تحت الاحتلال منذ سبعين عاما ونحن ملزمون بأن نكون مستعدين دائما عسكريا وجسديا فنحن نتوقع هجوم من الإيرانيين في أي وقت لذا يجب أن نكون مستعدين يتوزع الشعب الكردي في أربعة بلدان هي تركيا، العراق، سوريا وإيران يطلق الأكراد اسم شمال كردستان على الجزء التركي كما هو مبين في هذه الخريطة التقريبية وجنوب كردستان على الجزء العراقي وغرب كردستان على الجزء السوري وشرق كردستان على الجزء الإيراني يحلم الأكراد بتوحيد هذه الأجزاء الأربعة يوما ما لإنشاء دولة كردستان وهذا ما يجعل الأمر حساسا لبقية شعوب المنطقة لأنه سيؤدي إلى تفكك أربعة بلدان في الشرق الأوسط إن استفتاء أقليم كردستان له تبعات على الأجزاء الكردية الباقية وفق مسؤول كردي التقيته في إربيل وما هي هذه اللقطات للمظاهرات الداعمة للاستفتاء بين أكراد إيران إلا دليل على ذلك من أجل تحقيق الحقوق الوطنية نحن نؤيد الإستفتاء وإذا لم تستمع الدول إلى مطالب الأكراد فأنا أتوقع أن تكون هناك إمكانية كبيرة للحرب والانفصال في البلدان التي يعيش فيها الأكراد ولهذا يبقون على أهبة الاستعداد هنا في الجبال حيث يمكن رؤية مواقع حرس الحدود الإيراني بأم العين إلى موقع آخر نتجه لنصل إلى أقرب نقطة تفصل الباشمرغا عن الحدود الإيرانية نحاول أن نقترب الآن لرؤية مواقع القوات الإيرانية المتمركزة على طول الحدود يجب أن نلتزم الحذر ونتحرك بسرعة لكي لا نلفت نظر الإيرانيين الذين يمكن أن يقصفوا هذه المواقع وصلنا الآن إلى آخر نقطة على الحدود العراقية الإيرانية لا يمكننا أن نتقدم أكثر من هنا لأن بكل صراحة الأراضي الإيرانية تبعد حوالي الكيلومتر الواحد ولكن هذا التواجد الإيراني على الحدود لا يستطيع أن يمنع عمليات التهريب التي تتم عبر هذه الجبال في البرد القارس ألتقي بمهربي المشروبات الروحية وهم يستعدون لعبور الحدود العراقية الإيرانية بطريقة غير نظامية أسألهم عن الوضع الأمني على الجانب الإيراني ولسيما بعد الاستفتاء لقد قاموا بزيادة عدد قواتهم كما قاموا بجلب الحشد الشعبي وقاموا بإغلاق الحدود وأصبحت طريقنا صعبة وسية بعد تغليف صناديق الكحول يبدأ المهرب رحلة طويلة تصل إلى 13 ساعة عبر الجبال الوعرة لإيصال بضاعته إلى إيران عمليات التهريب عبر هذه الجبال تتم في ساعات الليل الحالك ولا تقتصر على نقل البضاعة مشيا على الأقدام إنما أيضا بواسطة مئات الأحصنة في رحلة خطيرة جدا من هنا تدخل الأراضي الإيرانية الويسكي والفوتكا وغيرها من المشروبات الممنوعة في إيران سألت المهربين هنا أيضا عن الوضع الأمني على الطرف الآخر الحالة على الحدود سيئة للغاية لأن الإيرانيين زادوا عدد الجنود وقواعد رجال الشرطة والحرس الثوري لقد أصبح عددهم يفوق الضعف أو الثلاثة أضعاف مقارنة بفترة قبل الاستفتاء ولأنهم خائفون فإنهم يضعون ضغوطا كبيرا على الأشخاص الذين يعملون عبر الحدود لقد تغير الوضع كثيرا على الحدود لقد جلبوا الكثير من الشرطة وتم إغلاق الحدود لمدة 15 يوما وكانت الطائرات تقوم بمراقبة الحدود بشكل مستمر لذلك لم يتمكن الناس من العمل لقد أصبح الأمر خطيرا الآن هذه المشاهد تبرهن أن الحدود غير مضبوطة وإنه يمكن استخدامها من قبل أي طرف ليس فقط لإدخال الكهر إنما أيضا لإدخال الأسلحة والذخيرة والمقاتلين إلى إيران في معسكر البشمرقة انتهت تدريب العسكري وحان وقت اللعب كرة القدم لكن السلاح حتى خلال ممارسة الرياضة يبقى دائما جاهزا بعدها ولإبقاء المعنويات مرتفعة يقوم الأفراد بأداء الأغاني الكردية القديمة التي تتحدث بحنين عن التضحية والنضال وحب الوطن ولا تنتهي الجلسة إلا بالرقص التقليدي وبينما يستعدون لقضاء ليلة جديدة باردة في هذه الجبال يأمل أكراد إيران أن يستفيد من الفوضى الحالية في المنطقة لرسم حدود جديدة لصالحهم جينا الموسى أخبار الآن من الحدود العراقية الإيرانية المعركة في كاركوك وضوحيها لصالح من؟ هل داعش أحد المستفدين أم المستفيد الأكبر؟ نحاول أن نقف عند هذه الأسل إلى وغيرها مع ضيفي في السوديو الخبيل استراتيجي دكتور مهند العزاوي مساء الخير؟ أهلا بك معنا دكتور مهند التوترات كاركوك تحدث ثغرة وفق الكثير من المحللين اليوم يستغلها داعش كيف ممكن أن يستغلها إلى أي درجة سيكون لديه الفرصة للنجاح؟ تحية لك تحية المشاهدين اليوم نتكلم عن داعش بلا شك هي وليدة القاعدة هي ذات الفكر الظلامي ذات السلوكيات الإرهابية وبالتالي تبقى هي والقاعدة ومثيلاتها من المخاطر الأساسية التي يضع في حساباته صانع القرار ولا بد أن يحسب في حساباته أن كل سلوك أسكري أو سياسي يجب أن يجنب عودة هذه التشكيلات الظلامية إلى أرض العراق خصوصا بعد أن دفع العراق أكلاف كبيرة بشرية ومادية في طرد داعش أنا أعتقد الظروف الذي سهل لداعش في حينها أو استطاعت أن تدخل العراق من سوريا بعد أن كانت في سوريا هي القوة الكبرى أو عاصمتهم عاصمة الخرافة ما يسمى كما حاولوا وندفعوا إلى الموصل وبغداد يعني أطراف بغداد يختلف الموقف والبيئة اليوم تماما اليوم داعش يلفظ أنفاس الأخيرة هذا مشروع الظلامي انتهى يعني لن يعد له وجود وأصبحوا عبارة عن نستطيع أن نقول خلايا بسيطة على الحدود العراقية السورية وتعلمين أنت اليوم حتى الرقهم لن يعد لهم وجود به وكانت عاصمة لهم كما يزعمون أو يدعون وبالتالي هذه الظروف التي كانت في ذلك الوقت ظروف قوة الذي أوجدها اللاعبون الأقليمون واللاعبون دون لتحقيق أهداف لهم عبر المسرح العراقي والسوري لن يعود موجود هذا التهديد بهذا الشكل ولكن تبقى داعش تهديد أساسي أسوة بالقاعدة أسوة بباقي التنظيمات الإرهابية التي قد تنتهز أي فرصة من الفرص أو أي نقطة ضعف وتحاول أن تبرز أو يعني يعني تعوض ما فقدته كثيرا عبر عمليات إرهابية خطرة بالتأكيد تستهدف الإنسان وتستهدف الكيان في تحضير لهكذا محاولات من قبل القوات العراقية القوات الاتحادية يعني أنا أعتقد القوات الاتحادية استطاعت أن ننهي آخر جيب خطر كان في حويجة وهو كان جيب خطر حقه بكل الأحوال ويعني حق التفاجأنا بسرعة انتهاء المعركة وكما يبدو أن داعش ليس ضخمة كثيرا في الإعلام وواطي هذه الهالة الإعلامية كثيرة وبالتالي نشهد التداعيات بعد معركة الموصل انهيارات متتالية ولن تشهد هناك قتال وحقيقة في سؤال يطرح نفسه يعني هذه الأعداد المؤلفة التي كانت في داعش لم نشهد يعني على الأرض في المعارك أنه هناك قتلة بأعداد كبيرة على الأقل بالتناسب مع الأعداد أقيل وقته ونظرا لسرعة المعركة وسرعة المعارك وسرعة الحسم يعني هذه كلها أسئلة حرجة يعني لا بد أن تسأل وتعرف وبالتأكيد منذ البداية قلنا أن أنها داعش عبارة عن يعني عصابة متعددة جنسيات وجد الآخرون ضالتهم فيها لتحقيق أهدافهم وبالتالي تحقق خدف الكثير من خلال داعش ولكن بكل الأحوال هذا التنظيم الإرهابي يقف في قائمة المخاطر خوفا أن يتطور ويظهر باسم آخر أو يظهر بنفس الاسم أو ينتهز أي فرصة خلاف أو حرب أو كذا ليبرز نفسه من جديد ولكن أنا من جهة نظري في العراق ليس له أي قاعدة مجتمعية أو شعبية تستطيع أن تحويق يعني على عكس مكان بس على الأقل سيحاول من أجل بلا شك كل تنظيم إرهابي يحاول حتى لو لم يكن في حاضر بلا شك أي تنظيم إرهابي يحاول أن ينتهز أي فرصة تتاح له شهدنا اليوم في مصر كيف هذه الضحايا والخسائر عندما انتهز أي فرصة بسيطة يستطيع من خلالها جغرافية كاركوك نعم كيف سيكون دور هذه الطبيعة الجغرافية بصده يعني اليوم نتكلم على قبل ساعة أو ساعتين أعلنت الحكومة العراقية سيطرتها الكاملة على كاركوك وبالتالي اليوم الجهاز النخبة أو قوات النخبة العراقية جهاز مكافحة العراق الذي يثبت حقيقة قدرته الفائقة في التعامل مع هكذا التنظيمات واستطاع أن يدحرها بشكل يعني متسلسل عبر معارك العراق هو الآن متواجد في كاركوك يعني هو حاليا يمسك زمام الأمن وأموره بشكل كامل وبالتالي لديهم الخبرة الكبيرة والكثيرة حقيقة في التعامل مع هذه التنظيمات وحتى في التحايل في كثير أحيانا البعض يتحايل بوجود هذه التنظيمات فبما أن يمتلك تمتلك قوات النخبة معلومات دقيقة وداتة وقاعدة بيانات كبيرة عن هذا التنظيم فبالتالي نعتقد لديها القدرة يعني للتصدي إن وجدت خلايا خاملة أو نائمة لداعش خصوصا أنهم القوات الأساسية التي حاربت داعش وبشكل يعني حرفي وفني وكاد يعني يرتقي إلى يقاسل الحرفية المتميزة لقوات النخبة العراقية سنعود إليك دكتور مهند وإلى ضيوفنا الكرام أيضا نتوقف مع فاصل قصير ونعود أهلا بكم من جديد إلى حلقة الليلة من أكثر من عنوان التي نخصصها للحديث عن مرحلة ما بعد استفتاء كردستان هل سيستغل داعش التوتر بين البشمرقة والقوات العراقية نواصل إذن جزء الثاني من حلقة هذا الأسبوع مع ضيفنا الكريم في السيديو دكتور مهند وضيفنا الذي ينضم إلينا عبر أقمار صناعيا بغداد خبير في شؤون جماعات متشددة دكتور هشام الهاشمي مساء الخير أهلا بك معنا دكتور هشام إذن الجماعة المتشددة كما نعرف هي تعرف باقتناص الفرص للتسلل ما هي حظوظ داعش كتنظيم إرهابي لإحتلال مناطق في كاركوك حقيقة لا أظن أن هذا التنظيم بعدما خسر الفلوجة والموصل القديمة يلجأ إلى عملية ما يتعرف بأرض الخلافة وأرض التمكين ويقاتل من أجله هو فقد قدرته في الموصل القديم على تعديل الموقف الدفاعي وبالتالي علم أنه لا يمتلك تلك التوازنات في احتلال أرض ومسكها وإقامة عليها أحكامه هذا كان رأي دكتور مهند أيضا ولكنه مستفيد أعذرني قطعتك بسرعة هل هو مستفيد بأي طريقة من طرق مما حدث حقيقة نعم شاهدناه منذ حوالي ثلاثة شهور تحول إلى ما يعرف بتكتيك الأيام الزرقاوية وهو الاختباء في أماكن قريبة عن المدن أو القرى ويستعد إلى إقامة هجمات بمفارز منفردة صغيرة بعمليات انغماسية تشبه تلك التي كانت تسمى بالعمليات الانتقامية أيام الزرقاوي حينما بدأت عمليات فرض القانون وإعادة فرض السلطات الاتحادية على المنشآت الاتحادية في كاركوك ومناطق مختلفة من المناطق المتنازع عليها هذا التنظيم طيلة الأيام منذ 15 أكتوبر الماضي ولغاية أمس يكون بعمليات متتابعة في مناطق داكوك، توصور ماتو، الدبس وأيضا في مناطق شمال شرق صراح الدين وأخرى قريبة من مناطق الصدور التي هي في شمال شرق ديالة بالتالي يقوم بعمليات قطع الطريق، القتل على الهوية اختحان بيوتات الفلاحين في أطراف المدن البعيدة عن السيطرة الأمنية أيضا يدخل إلى الأسواق لعملية انتحارية أو سيارة مفقخة بالتالي هو لا يفكر بعملية مسك الأرض إنما هي عمليات انتقامية واضحة لا يفكر بعملية مسك الأرض؟ أم أنه غير قادر أصلا إن كان من ناحية العتاد أو القوة؟ هو لا يفكر لأنه يعلم أنه لن يستطيع أن يصمد طويلا وبالتالي لا توجد مصلحة غالب من يرسلهم لتنفيذ مثل هذه العمليات إن كانوا قريبين من مراكز أمنية هؤلاء انغماسيين لا يرجعون كونهم يقضى عليهم سواء كانت العملية ناجحة أو غير ناجحة أما الذين هم في البيوتات الفلاحين والمزارعين ورعاة الغنم في أطراف القرى وأطراف المدن المحررة يقوم بخطفهم ويظهر بطريقته القدرة الوحشية عمليات إعدام لهؤلاء الفلاحين هذه العمليات سوف تتكرر كثيرا ربما لستة شهور أو السنة هذه كلها حتى يتم من القوات الأمنية العراقية بعملية ملاحقة فلول هذا التنظيم لا تزال فلوله موجودة في تلك الجبال والوديان والمناطق الصحراوية بالتالي إن لم تلاحق هذه الفلول سوف تستمر هذه العجمات التعرضية التي هي تنتهي بمقتل المهاجمين ستة أشهر للحسم النهائي وإزالة كل حتى المخاوف من أي خلايا نائمة إن كان في وجوده بسوريا بشكل عام أو بالعراق دكتور هشام لا حقيقة هذه العملية نسميها عملية ملاحقة الفلول والمقصود بالفلول تلك الجماعات التي استطاعت أن تهرب من معارك نينبا صلاح الدين كاركوك الأنبار وتذهب إلى ما يسميها هو بولاية البادية هذه المناطق توفر لهم أمان على اعتبار أنها منطقة صحراوية فيها الكثير من التضاريس التي يستطيعون من خلالها الاختباء وهي تساوي تقريبا 8% من مساحة العراق العراق اليوم يحضر إلى حملة كبيرة أولا لتحرير راوة وجزيرة راوة والقائم وجزيرة القائم ثم بعد ذلك ينطرق إلى عملية أوسع منها وهي عملية ملاحقة الفلول في جزيرة الترثار وصولا للحدود مع السوري عند ذلك لا يبقى لهذا التنظيم إلا خلايا نائمة ضمن تنظيمه السري التي هي متواجدة ليس في العراق متواجدة في كل مكان يقصد ليس حصرا في العراق ما خطورة المرحلة القادمة وحساسية حتى مع ما يعلن دقة هذه المرحلة مع ما يعلن عن حسم نهائي إن كان بتحدثنا في الموصل في الحويجة في الرقة أمس ما خطورة المرحلة الراهنة إلى أي درجة لا يمكن الاستهانة بدقتها خاصة بأنه هي بالنسبة لداعش على شكل خاص هي نقطة تحولية في تاريخي نتحدث عن معقليه الرئيسين كان الموصل ولا الرقة بالتأكيد ينبغى أن يكون اليوم الذي يلي عملية الحسم والتطهير وعودة النازحين هو يوم العدالة الانتقالية ويوم نشر الوعي المجتمعي بأن الأمن هو قرار مجتمعي أظن عند هذا التحول الذي وازي تحول العدو نستطيع أن لا نبقي لهذه الخلايا النائمة متنفسا لاستخفال القوات الأمنية أو حتى للاستخفال بوعي المواطن والظهور مرة أخرى إذا لم نتعامل مع العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بشكل صحيح كملف يعطى خصوصية في تنظيف بقايا مخلفات هذا الفكر الداعشي أو بقايا من بقيا من دعاته وناشره لا أظن أن هذا العدو سوف يكون كسولا أو سوف يكون صامتا أو نائما حينما يجد خاصرة هشية أو خاصرة مريضة ضمن ثكنات الأمنية أو السلطة الأمنية حتى يخترقها لعملية إرهابية قادرة كما حصل في أكثر من مكان الإرهاب صورة داعش اليوم كيف هي دكتور هشام؟ أمام المسؤولين بالتنظيم أمام الأفراد أمام المنتمين أمام كل من كان يتعاطف حقيقة المحليين من العراقين والسوريين هناك موجات كبيرة منهم نحو العودة والتوبة وبعضهم يتوسط بشفاعات عشائرية أو أقربائه لأن يعامل فقط كمحاكمة عادلة وبالتالي هذا يعني أنه أصبح صورته لا نقول مهزوزة بل سقطت وانهار صورته عند المحليين أما الأجانب سواء كانوا من جنسيات أوروبية أو جنسيات ناطقة بالعربية أظن هؤلاء لولا أنهم حصروا في هذه الجغرافية المحصورة بين المكمال والقائم الكثير منهم متى ما استطاعت دولهم أن تتواصل معهم يسلمون أنفسهم وربما هم الآن في حالة حرجة جدا ليس أمامهم إلا الموت لأنهم يعرفون أن وجودهم مع هذا التنظيم بات وجود ليستهلكهم بالموت لا ليستعملهم كما غرر بهم أو كما ذهبوا إليه يستعملهم في طاعة ما تعرض بالخلافة المزعومة بتاريخ الجماعات المتشددة ماذا يطلقون على هكذا مرحلة يصلون إليها وبالتالي إذا أخذنا أمثلة ماذا بعد؟ ماذا نتوقع اليوم بعد ما وصل إليه؟ حقيقة هذه مرحلة يسمونها مرحلة الذئاب الجريحة وذئاب الجريحة في العادة لا تهرب في العادة تنتحر وأيضا تحاول أن تهاجم عدوها بطريقة انتقامية لكنها لن تبقى طويلا هم الآن في مرحلة الانهيار وغالبا تبدأ الانشقاقات أو تبدأ عملية التوبة والمراجعات وبالتالي هم بين خيار الذئاب الجريحة والتي سرعان ما تفقد قواها وتنهار وتموت وهذا ما يحدث فعليا ومرحلة الانشقاقات وهذه متوقع الأيام القادمة خاصة مع ظهور تنظيم أنصار بفرقان والذي يزعى منه يتبع حمزة بن لادن والثالثة التي أيضا تحدث واقعا في العراق وهو تسليم الكثير منهم أنفسهم والمراجعات والتوبة بالتالي ثلاثة أثلاث قسم هذا التنظيم وهذا يعني أنه لا يبقى منه إلا بعض الخلايا والتي لا تستطيع أن تشكل نواة صلبة لتأسيس هيكل تنظيمي كما كانت عليه داعش في أول أمرها في عام 2014 كل هذا كيف سيؤثر على وجود هذا التنظيم وجوده لا نتحدث عن منطقة معينة حقيقة لا يمكن أن نتزم أن هذا الوجود سوف يكون عدما خلال السنة القادمة ربما تحتاج إلى جهود حثيثة من التحالف الدولي وأيضا متابعة ملفات أهملت بسبب المعارك العسكرية وهو الملف الدعاية والغواية الفكرية التي ما زال التنظيم فيها قويا بالتالي لا بد أن يلاحق مفكري هذا التنظيم ودعاته وناشيريه عند ذلك ممكن أن نتحدث أن هذا التنظيم بدأ يقترب إلى العدم أنا أشكرك جزيلا دكتور مهند الدكتور مهند ما زلت معنا وأهلا بكم جديد دكتور هشام لهاشم الخبير في شؤون جماعات متشددة شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة من بغداد عبر الأقمار الصناعية ونحن نعود إلى ضيفنا الكريم في الستوديو دكتور مهند إذن استمعنا طبعا لدكتور هشام اليوم إلى أي مدى مهم ويلعب دورا أيضا فيما آلت إليه الأوضاع بتنظيم داعش الأداء من الداخل التوتر الانشقاقات الصدمة بأداء التنظيم يعني أنت تقضين التنظيم نفسه؟ أنت تقضين التنظيم نفسه أم لا في العراق؟ صحيح من داخل التنظيم بلا شك هذه التنظيمات مثل ما قال ضيفك من بغداد هذه التنظيمات تبنى على وهم أو سراب دعنا نسميه سراب فكري يعزز ويحاول أن يصل إلى مرحلة المكاسب وتعلمين هذه التنظيمات تسعى إلى السلطة بأي شكل كان يعني حتى لو كانت السلطة على منطقة معينة على حساب الدول وعلى حساب المجتمعات وعلى حساب حتى الأمن والسلم الدولي بشكل عام حتى بالضبط هؤلاء الأفراد الكثير من عدهم مغرر بهم بهذه الأدولوجيا الذي يكاد يكون مواقع التواصل الاجتماعي بعض الشيء أحد المنافذ اللي يدخلوا من خلالها إضافة إلى أنا أعتقد لن يعود ليهم كما قال ضيفك من بغداد وأنا أشهد على كلام دقيق لن تعود لديهم النواة الصلبة لعودتهم من جديد لا تنسين أنه داعش وليد القاعدة القاعدة وصلت لمرحلة وانتهى الدور البراق لها كما كانت تسوق له كذلك داعش التي حاولت تلعب على ورقة دولة الخلافة ووجودها على الأرض وأنا أعتقد خدمت الكثير في هذا الجانب خدمت أهداف دولية وإقليمية كثيرة وانتهى دورها كورقة وبالتالي لا بد من تنظر إلى هكذا تنظيمات تضعها في قائمة المخاطر بالدرجة الأولى لا ترى أنه انتهى الداعش وخلص تأخذ نوع من عدم الاهتمام أو عدم المبالاة بالعكس هذه المراحل مراحل صعبة وخطيرة يرد لك إلى عادة تنظيم المجتمعات عادة محاربة الأفكار المريضة والشاذة إضافة إلى خلق حالة مهمة جدا يسمى هو الأمن الانسيابي أنه حالة الوعي والتماشق ما بين المجتمعات وما بين مؤسسات الدولة عدم العودة في العراق على سبيل المثال وحتى في سوريا العودة إلى المراسلات السابقة وعذل المجتمعات عن الدولة عن مؤسسات الدولة سواء بمعاييرها الطائفية أو بمعاييرها السياسية أو في أوية هكذا وعزلة يجب عدل على مستوى البيئة العراقية عانت ما كثير من ردود أفعال السياسيين التي انعكست على المجتمعات السواد الأعظم على سبيل المثال من 5-6 محافظات اليوم هم منازحون لا يملكون شيء معلم لديهم ممثلون في البرلمان وممثلون في السياسة ولكنهم لا يمثلون لأنفسهم وهكذا يراد العراق على سبيل المثال إعادة تنظيم بشكل صحيح واستثمار هذا الفوز الذي يكلفه الكثير بإعادة تنظيم المجتمعات وضع سياسي واقتصادي تمام بالذات هذا النقصد عليه لا تعالج الظاهرة بقدر الجذور صحيح سنعود إليك دكتور مهند نتوقف مع فاصل قصير نشاهدين إبقوا معنا أحييكم من جديد الأزمة التي نشبت بين حكومة إقليم كردستان العراق والحكومة المركزية في بغداد بسبب إجراء الإقليم لاستفتاء الانفصال عن العراق بدأت تداعياتها بالتأثير على حياة المواطنين في الجانب الاقتصادي فقد تأثرت حركة مئات الشاحنات التي تتنقل بين الموصل وإربيل نتيجة تخوف الناجم من إغلاق نقاط التفتيش بين المدينتين مع التصعيد الذي يهدد آلاف العوائل التي لا تزال تقيم في محافظات الإقليم خشية عدم تمكنها من التنقل بحرية بين المدينتين والله يأثر على العراق كله لأنه غراض التجارية البنزين الوقود كله يجي من أربيل يأثر على الموصل بشكل خاص يعني وعلى العراق بشكل عام كله والله طريق البارح تقوم بيدا عشر نصب الليل نسد وفي تحوبي لوحدة الظهر دخول وخروج فالعالم حسرت يعني اللي جاي من الموصل لطب أربيل واللي طالع من أربيل اللي يدروح على الموصل مثل النازح عودة مثل نحن مناطقنا نرجع ظلينا يعني بالطريق فأسف تحوز تغلينا بفرصة قلنا نطلع على هالنو الشغل عملنا هناك وبعده ما نعرف الطريق احتماني يسد النوب ما يسد هي ظلت إجراءات عدو نعود إلى ضيفنا الكريم في السيديو دكتور مهند العزاوي الخبير الاستراتيجي مساء الخير أهلا بك معنا من جديد دكتور مهند بموضوع الاستفتاء إذا ما عدنا لنفنده منذ بدايته استفتاء إصرار ومن قبل طبعا الأكراد مخاوف دولية رفض دولي وتهديد إذا صح التعبير وبعدين الحسم حسمة المعركة كل هذا إلى أي درجة كان مؤثرا بشكل كبير في المواطن كما تبعنا بهذه الأراء يعني على رأسها الاقتصادية أنا قبل قليل قلت لك يعني العراق نحتاج أن يفصل المشاكل السياسية عن قدمات المجتمع وهذا لن يحصل منذ عام 2003 وحتى اليوم يعني الاستفتاء حقيقة فيه خلال في القراءة البيئة والمناخ وهذا واضح وما أدى للنتائج التي نعنو عليه ولكن أنا حقيقة من بركم وناشد بغداد ورئيس الوزراء وحتى الأقليم أن يضعوا نهاية لهذه المشكلة لأن هناك ملايين الناس الموجودين في الأقليم ومنهم النازحين من مناطقنا هم بحاجة لإيدامة اليومية لإيدامة المعنشية لحياتهم لمتطلباتهم ليس لهم علاقة بهذه الخلافات هذه الخلافات أساسها اختلال في النظام السياسي العراقي منذ عام 2003 وحتى الجامعة هذا السبب الأساس خلال في الدستور كنا نكتب منذ البداية ونقول خلال في الدستور كانوا يقولون هنا هذه معارضة وعند اليوم السياسيين في بغداد يطلبون هناك خلال في الدستور ولا بد أن يعدل حقيقة فيه خلال رغم أنه فيه أمور جيدة بتلابد مسألة تحكام النهاية السابقة في الدستور لأنه العقد الاجتماعي ما بين الدولة ما بين السياسيين والمجتمع العراق يحتاج إلى أولا إعادة ترتيب النظام السياسي لكي لا تحصل هكذا مشاكل ليس العراق لديه القدرة لخوض حروب جانبية أو حروب أفقية ما بين المكونات السنوات التي مضت ألقت بظلالها على العراق ألقت بظلالها على الجانب الإنساني على الجانب الاقتصادي على الجانب السياسي حتى وبالتالي أفقد العراق الكثير من قدراتها وكتلت الحيوية الأساسية هنا نتكلم اليوم عن أتزال القوة على الأقل مسيطرة لن يكون هناك قتال بمستوى القتال خصوصا أن هناك عملية استلام وتسليم ما بين التشكيلات البيشمرقة وما بين القوات العراقية لا ننسى جانب أساسي ومهم القوات حتى حين استعادتها مكانوية تمام أذكر كل السياسيين في العراق أن البيشمرقة جزء من جسد القوات المسلحة العراقية علينا أن نعيد ترتيب على الأقل نظام الفدرال الذي لم يطبق بالشكل الصحيح تضع له خطوط وتضع له قواعد وخارطة الطريق وإعادة المسير من جديد وهذا أعتقد طلبة بغداد من الوفد الكردي القادم للمحادثات حسب ما طلبت الله التحدة الأمريكية أنه يقاف الاحتراب في مبياناتهم وتجلس إلى طاولة المفاوضات لا بد أنه قراءة من جديد بهذا الشكل صحيح يعني عدم توحد المشهد الداخلي العراقي كما تركز بشكل كبير دكتور مهند إلى أي درجة هو كان فعلا مساهما كبيرا في هذه الأزمة حتى بما وصلت إليه يعني حكي كثيرا أنه بعض حصلت انسحابات لم تفهم البعض ذكر ما حدث من دون أن ندخل بكل التفاصيل بأنه خيانة من طرف ما دعينا نرجع قليلا إلى الخلف أصلا الخلافات السياسية أوجدت منق داعش أو أصلا الخلافات السياسية وسوء السلوك السياسي خلي نقول والبيئة الاحتراب ونوع الصراع أوجدت منق وبيئة داعش والذي استثمرها الآخرون والذي استثمرها قرون ضد العراق والذي أفقد العراق ودرته وكتته الحيوية اليوم نحاول يعني رغم الاختلاف رغم عدم المرونة ما بين أربيل وبغداد اللي شهدناها تمسك أربيل أيضا يعني كان تمسك غير مرن في قراره والنتاج التي أفضلت لها حتى الآن نحن لن نصل إلى مرحلة الصدام أنا أقرأ هكذا حتى الآن لن نصل إلى مرحلة الصدام في السيستما والنظام الفيدرالي كل المنافذ بشكل عام كل المنافذ وكل القوة يعني الدفاع والأمن والخارجية والاقتصاد يكون مركزي بيد الدولة الاتحادية وباقي الأقالين تعمل على الشكل اللامركزي أي حكومة تعمل ضمن السياق المركزي ولكن اللامركزي لديها أهامش من السلطة وهكذا كبيرات النظام الاتحادي لن يطبق في كردستان ترى نظام الاتحادي كان شبه كونفيدرالي وبالتالي اليوم عودت السلطة والحكومة بتواجدها جهاز مكافحة الإرهاب وكذا في كاركوك يحالي أن يعيد رسم السياسة من جديد أنا أقرأ هكذا طبيعا ولكن على ساعة لا نصل إلى مرحلة الصدام والاختتال بين المكونات لأن هذا أفخدنا الكثير بس كاركوك تابعة ضمن المناطق المتنازع عليها وهذا ما كانت تؤكد لا هي كاركوك لو نعود إلى التاريخ كاركوك تمثل العراق لأن المدينة المتآخية فيها كافة المكونات ومتجانسين فيما بينهم بغض النظر عن صراعات السياسية لكي نفهم طبيعة الوضع في كاركوك عندما نقول كلمة متنازعة نجدها صعبة ضمن البلد الواحد حتى في السيستم الفيدرالي نظام الفيدرالي لا توجد مناطق يتنازع عليها مناطق يتفاهم عليها وليس يتنازع عليها ممكن أن تكون الطبيعة الجغرافية أو الفائدة الاقتصادية تطلب أن تكون تحت النظام الإداري مثلاً لأيربيل تعطى بابتفاق بموافقة البرلمان وليس تكون عملية مثلاً ما بعد 2014 عندما وجدت بعض عناصر داعش في تلك الماكن ذهبت القوات البشمرقة وحمت المكان وكان التصريح المشهور أنها حدود الدم متعرفين هذه وصلتنا لا ما نحن عليه أقصد أن هذا ما كانت تطالب فيه الحكومة بأنه كاركوك بوفق الدستور لا يحق لها أن تشارك في الاستفتادة أن تتبع دارية وقتصادية وهذا يعني نبهوا عليه كثير وقالوا لا تشاركم فيه نعم صحيح سأعود إليك دكتور مهند ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الباحث في شؤون جماعات متشددة دكتور ماهر فرغلي مساء الخير أهلا بك معنا دكتور ماهر إذن يعني الحلقة بأكملها يعني عنوان الرئيس موضوع داعش كيف يمكن أن يستغل ويستفيد مما يحدث في إقليم كردستان العراق باعتقادك البغدادي كيف ينظر إلى ما يجري وجرى بشكل رئيس هناك طوال الوقت يعني داعش نحن نعلم أنه يعني يستغل أي نقطة للضعف لكي ينفذ منها يعني في الحقيقة وهو في واقع التاريخي لنشط هذا التنظيم وجدناه أنه نفذ من العملية الطائفية والصراع الطائفي والصراع الأرقي داخل العراق وجدناه استخل الطائفية بشكل كبير جدا اعتبر أن الطائفية فرصة غير مسبوقة له للتوسع والتمدد في الهوامش وفي المناطق العراقية نجح لحد كبير جدا في السيطرة على أراضي كثيرة استغل نقاط ضعف كثيرة ونجح وبقي فترة ممكن في بعض الأراضي وأعلن دولة مزعومة له أطلق عليها دولة الخلافة الآن داعش نهار في الحقيقة لكن ما يحدث في كردستان العراق وفي المناطق الكردية في الحقيقة هو يستغل داعش بشكل كبير ولذا وجدنا في في التسجيل الصوت المنسوب للبغدادي مؤخرا يتحدث عن هذه المسألة يكفر الجيش العراقي يكفر في ذات الوقت الشعب الكردي والقوات الكردية البشمركة وهو يحاول أن يحفز أتباعه على الصمود وعلى أن يستغلوا هذه الأوضاع في الحقيقة فما يحدث هو نقطة تهدي إلى مساحة ضيقة مساحة معينة يستطيع داعش أن ينفذ منها في الحقيقة هو عملية الانشغال كذلك انشغال الجيش العراقي بهذه الجبهة مباشرة بعد معركة طارداش ونحن نعلم كذلك أن الأكراد قاموا بدور كبير جدا ووجدناهم في كوبان كيف أن المعارك التي ضارت هناك وكيف كفرهم البغدادي والذي حدث كانوا كانوا على خط التماس مع داعش صحيح ساهموا كثيرا وخاصة النساء كانوا لافتا صحيح دكتور مهند نساء الأكراد بالمشاركة عذرنا انتهى بوقتنا كان في مشكلة بالاتصال كنا حبين طبعا نكون في وقت أكتر مع حضرتك دكتور ماهر فرغلي الباحث في شؤون جماعات المتشددة على هذه المشاركة معنا من القاهرة شكرا على وجودك معنا هنا في السوديو دكتور مهند العزاوي الخبير الاستراتيجي نشكر من جديد ضيفنا من بغداد دكتور هشام حضوذ داعش إذن للتسلل واحتلال ملاطق في كاركوك وأطرافها أمر بعيد والمنال في المرحلة الحالية من واقع التنظيم المتشدد فترة وصل فيها إلى مرحلة تعرف داخل التنظيمات المتشددة بالذئاب الجريحة حيث يسعى فيها التنظيم المتشدد للانتحار هذا كان رأي الخبراء في حلقة الليلة من أكثر من عنوان تسلحون على خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر